بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم إخواني مهندسي شبكات سيسكو في العالم العربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب فيكم أنا أخوكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية في الفيديو 164 والخاص بتحديث منهج السيسيني راوتينج اند سويتشينج 2125 شاهد تعلم واستمتع الكلاود كومبيوتينج يطلق عليها طبعا الحوسبة السحابية وأيضا يطلق عليها السحابة الإلكترونية وهي تقنية ظهر اسمها بشكل كبير في الفترة الأخيرة رغم أنها تقنية قديمة ونتعامل معها كأفراد فكرة الكلاود هي أن نتصل ونستفيد من مصاطر الريسورس سواء كانت برمجية سوفتوير أو مادية هاردوير ونتصل بها من خلال الإنترنت هذه المصاطر بتكون تابعة لشركة معينة كملكية وكإدارة وتسمح لنا هذه الجهة استخدام هذه الموارد وذلك من خلال اتفاقية ما بين المستخدم والشركة وقد تكون طبعا هذه الخدمة اللي هي عبارة عن استخدام الموارد قد تكون بمقابل مادي أو قد تكون مجانا مثل ما ذكرنا نحن كأفراد عند استخدامنا للإنترنت ففي الغالب نستخدم الكلاود مثال خدمة البريد الإلكتروني بحيث نقوم من خلال موقع أو مواقع تقدم خدمة البريد الإلكتروني مثل الياهو الجيميل حيث نقوم بإنشاء حساب بريدي من خلاله نستقبل الرسائل ونرسلها وصنطوق البريد الذي يتم فيه تخزين الرسائل مع الحساب التابع له هذا الإيميل هو موجود في داخل سيرفرات ياهو هذه السيرفرات لو كنا حنتعامل طبعا مع ياهو هذه السيرفرات هي ملكية خاصة بشركة ياهو وتحت إدارتها وحسب الاتفاقية فأنت لديك حساب بريدي في هذه السيرفرات وليس في سيرفر ملكك أنت موجود لديك وتحت سيطرتك مثال آخر عندما تقوم بإنشاء قناة يوتيوب وتريد عرض فيديوهات فيها فإنك تقوم برفع هذه الفيديوهات في قناتك في داخل المساحات التخزينية في داخل سيرفرات اليوتيوب مثال آخر مع الملفات بأنواعها ونريد مشاركتها مع الآخرين من خلال الدونلود نقوم من خلال موقع مثل الستوريج كلاود طبعا من خلال مواقع الستوريج كلاود مثل موقع الميجا بحيث يتم إنشاء حساب في موقع ميجا ومن ثم رفع الملفات وتوزيع ونشر الروابط لكي يتم الاتصال بها وتنزيل الملفات إذن نرى هنا أنه في هذه الأمثلة أننا نستخدم الموارد المتمثلة طبعا لو راح نتكلم عن الكلاود أو الإيميل وغيره وحتى مع اليوتيوب فنحن هنا نستخدم نوع من أنواع الريسورس اللي هو المساحات التخزينية لسيرفرات هي ملكية لشركة أنت كمستخدم غير يعني هي ليست ملكك تمام وإنما هي ملك للشركة اللي هي طبعا مقدمة للخدمة حاليا الكلاود كخدمات مقدمة في طبعا كانت مقدمة للأفراد من ظهور الإنترنت ولكن مع الشركات بدأت في الانتشار مؤخرا لعدد من الأسباب أهمها قوة انتشار الإنترنت وكذلك سرنا نتعامل مع الإنترنت بسرعات أعلى مما كنا نتعامل فيها في الماضي حيث تم رفع سرعات الإنترنت وكذلك تم خفض سعره هذه العوامل شجعت في استخدام خدمات الكلاود كونه يتم الوصول إليها من خلال الإنترنت كذلك النجاح الكبير لتقنية الفيرجواليزيشن اللي هي التقنية الإفتراضية ساهم في خفض تكاليف الكلاود بعد ما تعرفنا على تقنية الكلاود خليني نتكلم عن فوائد ومخاطر استخدام الحوسبة السحابية فوائد استخدام الحوسبة السحابية يوجد لدينا عدد من الفوائد والمميزات عند استخدام الشركات للكلاود تتمثل أهمها في التالي رقم واحد تكلفة أقل وهذه أهم نقطة تهتم بها أي شركة وهي التكلفة الأقل في الخدمات التشغيلية وواحدة من الخدمات التشغيلية هي الشبكة الرقمية في الوضع التقليدي هو أن نقوم بحضار سيرفرات للخدمات التي نريد تشغيلها مثل سيرفر للبريد الإلكتروني آخر لحفظ الملفات آخر لديومين كونتولولر أو المتحكم بالشبكة آخر كسيرفر استضافة مواقع إلى آخر من أنواع السيرفرات هذه السيرفرات سوف يتطلب من الشركة أن تقوم بشراءها بعد ذلك عليها أن تخصص لها مكان لوضعها طبعاً لوضع هذه السيرفرات في هذا المكان ورح يطلق عليه سيرفر فارم أو الكور روم أو مركز البيانات هذا المكان لا بد من أن يتم تجهيزه من ناحية التكييف من ناحية الكهرباء المناسبة لحاجة السيرفرات تركيب الراكس اللي هي الأماكن اللي يتم فيها وضع السيرفرات في داخلها كذلك تأمينها من ناحية وضع كاميرات مراقبة باب يفتح بالبصمة أو يكون مفتاحه مع أشخاص محددين مصرح لهم بعد ذلك رح نحتاج إلى مهندسين يقومون بإعداد هذه السيرفرات ومن ثم إدارتها كذلك نحتاج إلى دوفير عقود صيانة لإصلاح القطع التي تتلف في هذه السيرفرات كذلك نحتاج أن نتأكد من عدم توقف خدمات هذه السيرفرات فنقوم بتركيب UPS خازن للكهرباء يتم الاستفادة منه في حال انقطاع الكهرباء قد نحتاج توفير سيرفرات احتياطية للأساسية طبعا في حال تعطل الأساسية يتم تشغيل هذه الاحتياطية الحوسبة السحابية طبعا عند استخدامها فالشركة ليست في حاجة لدفع هذه المصاريف حيث سوف تقوم الشركة بالاشتراك في شركة خدمات حوسبة سحابية بحيث تقدم لها السيرفرات التي هي في حاجة إليها وفي المقابل الشركة سوف تدفع فقط في مقابل ما قامت من استخدام ومن مصاطر الخاصة بالحوسبة السحابية وبالتالي قيمة التكلفة تختلف باختلاف درجة الاستخدام فكل ما زاد الاستخدام زاد ذلك من قيمة الاشتراك وكل ما كان الاستخدام أقل كل من خفضت تكلفة الاشتراك ولكن بشكل عام دائما سوف تكون قيمة الاشتراك أقل من شراء السيرفرات وإدارتها نستطيع تشبيه الفكرة هنا بفكرة فواتير الكهرباء فأنت تدفع قيمة الاشتراك بناء على كمية الكهرباء المستخدمة وبشكل عام فواتير الكهرباء أرخص من بناء محطة كهرباء خاصة بمنزلك وإدارتها وصيانتها بعد ما تقوم ببنائها النقطة الثانية من فوات استخدام الحوسب السحابية مع الشركات هي المرونة عندما نقوم بحضار سيرفرات وتركيبها في الشبكة فإنها إما أن تكون أقل من حاجة الشبكة ومستخدميها أو أعلى من حاجة الشبكة ومستخدميها وفي حال أردنا تطويرها فالمسألة تحتاج إلى تكلفة ووقت وجهد بينما في الكلاود فبيتم إعطائك المقدار الذي تحتاجه من المساطر من سيرفرات ومواصفات خاصة بها مع إمكانية الزيادة أو التقليل حسب حاجة العمل لدى الشركة المشتركة وكذلك العملية في كل الحالتين تتم بشكل سريع سواء كان الزيادة أو النقصان كذلك من أنواع المرونة التي تقدمها الحوسبة السحابية هي إمكانية انتقال موقع الشركة من مكان لآخر هنا سوف تكون عملية انتقال الشبكة سهلة فلو افترضنا أننا لدينا مثلا عشرة سيرفرات في داخل الشبكة وانتقل موقع الشركة من مبنى إلى مبنى آخر عندها سوف نقوم بنقل ممتلكات الشركة من الموقع القديم إلى الموقع الجديد واللي من ضمنها العشرة سيرفرات بالإضافة إلى أثناء عملية النقل قد تحصل في أثناءها تلفيات للسيرفرات كذلك سوف نحتاج إلى عملية تجهيز للمكان الذي سوف نضع فيه هذه السيرفرات في الموقع الجديد كذلك سوف نواجه انقطاع للخدمات التي تقدمها السيرفرات أثناء نقلها من المكان القديم إلى المكان الجديد أما مع خدمة الكلاود فالسيرفرات موجودة في شبكة الكلاود لما يجعلنا قادرين على أن ننتقل من المكان القديم إلى المكان الجديد دون أن نفكر ونبذل جهد وانقطاع وتكاليف أثناء عملية نقل السيرفرات النقطة الثالثة من نقاط فوائد استخدام الحوسب السحابية هي سهولة إدارة الشبكة عندما نقوم بجعل شبكتنا كلاود عندها أمور إدارتها سوف تكون مسؤولية الشركة المقدمة للخدمة السحابية مثل التعافي من الكوارث بحيث لو حصل تلف لسيرفر بتكون مسؤولية نقل مصاطرنا من سيرفر إلى آخر مسؤولية الكلاود كذلك سوف تكون مسؤولة عن جدولة النسخ الاحتياطي والاحتفاظ والتخزين طبعا لهذه النسخ ليتم إعادة استخدامها عند حصول تلف للنسخ الأصلية كذلك عملية الـ Updating وإجراء الحماية وغيرها من عمليات إدارة الشبكة سوف تكون مسؤولة عنها شركة الكلاود منما يجعل بشكل عام إدارة الشبكة الموجودة في الشركة هي في الكلاود ولا تحتاج طبعا الإدارة الشركة إلى مناقشة ومعرفة كل المعلومات المطلوبة طبعا المطلوب معرفتها لتطوير وصيانة وإدارة الشبكة كونها مهمة شركة الكلاود منما يجعلهم يركزون في أعمالهم التي يقدموها لعملاءهم النقطة الرابعة من فوائد استخدام الحوسب السحابية هي إمكانية الاتصال بموارد الشبكة من كل مكان في العالم حيث أنه في حال كان لدينا موظفين ينتقلون على مستوى مدن مختلفة أو على مستوى دول فسوف يتمكنوا من الاتصال بأنواع مختلفة من الأجهزة مثل طبعا رح يتصل بالكلاود من أجهزة البي سي هي أجهزة الكمبيوتر المكتبية عندي أجهزة اللابتوب عندي التلفونات الذكية للاسمارتفون ما دامت متصل هذه الأجهزة بالإنترنت عندها سوف يقوم الموظف بإدخال الاثنتوكيشن اللي هي كلمة السر واسم المستخدم والدخول على مصاطر الشبكة الموجودة في داخل الكلاود ننتقل الآن إلى مخاطر استخدام الحوسب السحابية لنتفق على نقطة أنه لا يوجد شيء كامل في هذه الحياة فالكمال لله وحده وأن أي تقنية مثل ما لها نقاط إيجابية عند استخدامها فإنه سوف يكون لها نقاط سلبية أو مخاطر عند استخدامها أهم المخاطر الموجودة في الحوسب السحابية هي كالتالي النقطة الأولى هي مخاطر أمنية المعلومات والبيانات الخاصة بالشركة تعتبر من العناصر المهمة لعمل أي شركة وتحتوي على درجات من السرية والخطورة واحدة من المعلومات المهمة هي معلومات المبالغ المحددة للمناقصات فهذه المعلومات مهمة وفي غاية السرية وفي حال انكشافها للمنافسين قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالشركة إن لم يؤدي إلى إغلاقها لذلك يجب الانتباه إلى تقنيات الحماية التي تقوم بتطبيقها شركة الحوسب السحابية من ناحية حماية بياناتها التحتية من أن يتم اختراقها كذلك اتصال المستخدمين بشبكة الكلاود التأكد من أن هذا الاتصال هو مؤمن ومحمي من أن يتم اختراقه وتجسس عليه عندي النقطة الثانية التي هي من المخاطر استخدام الحوسب السحابية التي هي تأمين الاتصال بالانترنت في حال كانت أغلب مصادر الشبكة للشركة في الكلاود وكانت شركة متوسطة أو كبيرة فيجب أن تؤمن اتصال الشركة بالانترنت بشكل دائم ومستمر وسريع يواكب عملية الاتصال بالكلاود بحيث نقوم بالاشتراك مع أكثر من شركة اتصال بحيث لو انقطع الانترنت من الشركة يكون لدينا اتصال الانترنت من الشركة الثانية كاحتياطي وذلك كون الاتصال بالكلاود يعتمد على الانترنت وتعتبر تكاليف اشتراك الانترنت مصاريف إضافية للكلاود عندي النقطة الثالثة التي هي احتمالية قلة الاهتمام والاعتناء الكلاود هي عبارة عن شبكة كبيرة يديرها مهندسين متخصصين في المجالات المختلفة لتقنية المعلومات الشركة التي سوف تشترك في خدمات الكلاود سوف تكون بالنسبة لها عميل وليس مالك لهذه الشركة هنا قد نواجه مشاكل من ناحية عدم جودة الخدمة المقدمة من شركة الكلاود للعميل من ناحية عدم الحصول على الخدمات بالشكل الجيد مثل تعافي بطيء من الأزمات مع حصول أزمات كثيرة مربها الكلاود وعدم الأداء المطلوب لمهام الشبكة من قبل المهندسي الكلاود والذين قد يكونون درجاتهم المهنية والعلمية منخفضة كذلك في حال قررنا أن نتحول من شركة الكلاود الحالية إلى شركة كلاود أخرى فهل سوف تكون القديمة متعاونة أم أنها سوف تكون متعبة لنا في عملية نقل بياناتنا من هذه الكلاود القديمة إلى الكلاود الجديدة طبعا كعملية انتقامية ممكن تكون بطيئة عملية الانتقال كوننا تركناهم وذهبنا إلى شركة كلاود أخرى هذه المخاطر اللي هي قبل كمان ما نتكلم عن الحل اللي ممكن يعني يكون ممتاز لهذه المشاكل خلونا ننتقل إلى النقطة الرابعة واللي هي احتمالية انهيار شركة الخدمات السحابية انهيار شركة الكلاود في عالم الأعمال طبعا جميع الشركات مهما كانت كبيرة أو صغيرة مهما كان نوع مجال عملها فهناك دائما احتمال أن تتعرض للانهيار وتتوقف عن العمل وشركات الكلاود ليست بعيدة ومستثناء عن ذلك فيجب عند تحديد شركة الكلاود التي سوف نتعامل معها يجب أيضا أن نقوم بتحديد شركة الكلاود الاحتياطية والتي سوف يتم التوجه إليها في حال توقفت شركة الكلاود الأساسية عن العمل وانهارت عندها يتم الانتقال إلى الاحتياطية النقطة الخامسة هي استخدام الأجهزة في السحابة أو الكلاود في تكملة لهذه النقطة التي هي في أعمال غير شرعية أو التي تعتبر أعمال هاكينج اختراقات واحدة من المشاكل الأمنية العامة هي أن السرفرات ذات المواصفات العالية والموجودة في الشبكة الخاصة بالكلاود حيث قد يتم استغلالها من قبل المخترقين في عمليات كسر التشفير وذلك لأن أنواع التشفير القوية تتطلب سنوات متعددة لكسر التشفير من خلال الأجهزة الشخصية ولكن من خلال جمع مجموعة سيرفرات بمواصفات عالية والموجودة في الكلاود فقد يتمكن مخترق الشبكات من كسر التشفير في أوقات زمنية قصيرة مما يؤدي طبعا إلى مشاكل أمنية في عالم الشبكات الرقمية بشكل عام يعني ممكن الكلاود تساهم أجهزتها في عمل مخترقي الشبكة بالنسبة للمخاطر الأمنية واحتمالية قلة الاهتمام والاعتنام والنقطة الرابعة وهي احتمالية انهيار شركات الخدمات السحابية هذه المخاطر الثلاثة من الممكن التخفيف من أضرارها من خلال الاشتراك مع شركة كلاود قوية وذات سمعة ممتازة وتجنب شركات الكلاود الضعيفة أو ذات السمعة السيئة أو اللي لسا تكون شركة جديدة والشركات لم تكون عنها رأي فأيضا هذه نتجنبها ولا نتعامل كشركات إلا مع شركات الكلاود اللي تكون قوية سمعتها في السوق ممتازة وبالتالي احنا راح نقلل من المخاطر الأمنية اللي هي لأنها راح تكون كشركة قوية ولها سمعة ممتازة راح تنفذ أعلى مواصفات الحماية طبعا هذا لا يلغي إمكانية يعني أنه يحدث فيها اختراق لأنه مهما تطبقنا سيكوريتي من أعلى المواصفات والتقنيات يظل هناك احتمال أنه يتم كسر هذه الحماية والاختراق ولكن النسبة بتقل بشكل كبير كلما كانت الشركة قوية ومتمكنة كذلك احتمالية قلة الاهتمام والاعتناء من قبل الموظفين والكلاود بشكل عام لأن هي شركة بتكون سمعتها ممتازة فأكيد بتحاولنا تحافظ على سمعتها فبالتالي يعني توظف ناس ذات كفاءة عالية في عمالهم في داخل تقنية معلومات في داخل الشبكة الكلاود كذلك بيكون عليهم رقابة وإشراف للتأكد من أنهم يقدموا خدمات ممتازة كذلك عند الانتقال من هذه الشركة إلى شركة كلاود أخرى فرح يكونوا متعاوين بشكل أفضل لأنهم في النهاية رح يهتموا بسمعتهم كونهم عند أصحاب سمعة عالية كذلك احتمالية انهيار شركة الخدمات السحابية طبعا مهما كانت الشركات قوية أيضا تنهار لكن كلما كانت قوية كلما كان احتمالية انهيارها تنخفض بقارنة بالشركات الكلاود اللي رح تكون جديدة أو ضعيفة في رأس المال إذن عندما نشترك لدى شركة كلاود قوية احنا بنقلل هذه المخاطر لكن هذا لا يلغيها لكن احنا نقلل من احتمالية حدوثها الخدمات الحوسبة السحابية الحوسبة السحابية هي عبارة عن شبكة تحتوي على أجهزة مثل السرفرات لتقدم خدمات للمشتركين هذه الخدمات هي خدمات متنوعة وأشهرها حاليا عندي رقم واحد الخوادم اللي هي السرفرات بحيث يكون لدى الشركة العميل أجهزة المستخدمين المتصلين بسويتشات وهذا السويتش متصل بدوره براوتر وهذا الراوتر متصل بالإنترنت ليتم من خلال الاتصال بالكلاود والتي تحتوي على جميع السرفرات الشبكة مثل الفايل سيرفر اللي هو خادم الملفات الإيميل سيرفر إلى آخره عندي النوع الثاني اللي هو خدمة البريد الإلكتروني وهي أن نقوم بإنشاء بريد إلكتروني تابع للدومين نيم الخاص بالشركة في داخل سيرفر في داخل الكلاود عندي الخدمة الثالثة اللي هي خدمة التخزين الكلاود ستوريج وهي أن يتم توفير مساحات تخزينية لتخزين الملفات بأنواعها مثل الملفات النصية الفيديو الصور الصوت إلى آخره عندي الخدمة الرابعة اللي هي التطبيقات السحابية اللي هي الابليكيشنز كلاود وهي أن نجعل الأجهزة لدى العميل يتصل بالابليكيشن سيرفر والموجود في الكلاود حيث يحتوي هذا السيرفر على البرامج التي يحتاج إليها مستخدمي الشبكة الخاصة بالعميل مثل برامج باقة أوفيس الفوتوشوب الأوتوكاد إلى آخره وذلك يعود بالفائدة من ناحية أننا لا نحتاج إلى تنزيل البرامج على الأجهزة الخاصة بمستخدمي الشبكة مما يوفر لنا في استهلاك المساحات التخزينية وكذلك عمليات المعالجة للجهاز مما يعني نحن ممكن نحضر أجهزة ذات مواصفات منخفضة وبالتالي منخفضة السعر كون أن الابليكيشنز أو التطبيقات الثقيلة لن يتم تنزيلها على هذه الأجهزة وإنما رح تكون منزلة على السيرفر الأبليكيشن الموجود في داخل الكلاود ورح يتم تشغيله في داخل هذا السيرفر الخدمة الخامسة التي تقدمها لي من ضمن الخدمات الخاصة بالحوسب السحابية اللي هي سطح المكتب السحابي اللي هو التسكتوب كلاود في حال كنت كموظف لديك أكثر من جهاز مثل جهاز الكمبيوتر المكتبي في داخل المكتب وعندك السمارتفون أثناء تنقلك من مكان الآخر وعندك أيضا جهاز اللابتوب مثلا موجود في داخل منزلك وهذه الأجهزة تستخدمها في أداء مهامك الوظيفية وبالتالي سوف تحتاج أن تكون الأجهزة متطابقة من ناحية سطح المكتب من ناحية إعدادات نظام التشغيل البرامج الملفات وعملية المزامنة اللي هي المطابقة سوف تكون طبعا مجهدة كل ما زاد عدد الأجهزة هنا تأتي فكرة سطح المكتب السحابي حيث عند تشغيل الجهاز والاتصال بالكلاود سوف تحصل على إعدادات سطح المكتب من خلال الكلاود وأي تعديل نقوم به بيتم حفظه في الكلاود بحيث عندما نعود للدخول على التسكتوب الخاص بنا في الموجود في الكلاود فسوف نحصل على التسكتوب بآخر تعديل قمنا به الخدمة السادسة اللي هي استضافة مواقع الإنترنت واللي هي الهوستينج كلاود وهي تعني أن يتم استضافة موقع شخصي أو خاص بشركة من خلال سيرفر استضافة مواقع موجود في داخل شبكة الكلاود طبعا هذا له مميزات واحدة من هذه المميزات أن عندي هذه السرفرات استضافة المواقع بتزيد أثناء يعني هي تلقائية ممكن تزيد حسب طبعا الاتفاقية مع المستخدم إذا شافت أن هناك اتصال يعني متزايد على الموقع ممكن تزيد من المصاطر التشغيلية لهذا الموقع مثل مثلا مساحة الرام عملية المعالجة إلى آخر المساحة التخزينية وإذا لاحظت انخفاض في الدخول لهذا الموقع فإنه بيتم خفض المصاطر التي تستهلكها أو يستهلكها هذا الموقع وبالتالي بتكون فاتورة الاشتراك أو الاستضافة حسب الاستخدام وحسب الضغط على الموقع الحوسبة السحابية بيتم تصنيف خدماتها إلى ثلاثة أصناف وهي الصنف الأول هو الساس وهي الخدمات الخاصة بالتطبيقات وهي بتكون جاهزة ومحددة من قبل شركة الكلاود عندي النوع الصنف الثاني والتصنيف الثاني هو الباس بلادفورم أز السيرفاس وهي تسمح للمستخدمين أن يقوموا بإنشاء التطبيقات الخاصة بهم في داخل الكلاود بما يتناسب مع أعمال الشركة طبعا التابعين لها عندي التصنيف الثالث هو الايس اللي هو انفرستركشور سيرفاس وهي أن تقدم المستخدمين الهارد وير والسوفت وير ليتم استخدامه من على الكلاود كلاود كومبيوتينج برايفي سي تايب أنواع الخصوصية في الخدمات السحابية يوجد للينا ثلاثة أنواع لخصوصية خدمات الحوسب السحابية وهي كالتالي النوع الأول اللي هو Public Cloud Computing السحابة العامة وهي تعني أن تكون الخدمة عامة لجميع متصري الانترنت وهي إما أن تكون من خلال الشركة السحابية حيث تقدم خدماتها مجانا مثل أن تسمح للمستخدمين بإنشاء حساب وتعطيه مساحة تخزينية ليخزم ملفاته أو ليتمكن من استخدام برامج مجانية على الكلاود وغيرها من الخدمات المجانية التي ممكن أن تقدمها الكلاود كذلك تكون مجانية من قبل العميل بحيث يدفع العميل مقابل الخدمة السحابية ويجعلها عامة لمتصري الانترنت مثل أن يستقطع مساحة لاستضافة موقعه على الانترنت وطبعا جعله عام لكل من يتصفح الانترنت كلمة عامة مشرط أن يكون المقصود بها المجانية من الممكن أيضا أن تكون بتكلفة مادية ولكنها للجميع وليست لجهة معينة مثل أن أقوم باستئجار مساحة تخزينية أخزم فيها ملفات هذه الملفات ليست مقيدة بخصوصية مثل أن تكون خاصة بمستخدم أو شركة وإنما هي عامة من يصل إليها يستطيع تنزيلها والإطلاع عليها مثل مثلا تكون ملفات تحتوي على دورات تعليمية مجانية أقوم أنا مثلا برفعها في مساحة تخزينية ممكن المساحة التخزينية هذه أنا أدفع في مقابلها لكن هذه الملفات عامة للجميع بحيث أن أنا ممكن أنشر روابطها مثلا على صفحات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ويستطيع الجميع كل من يتصف بهذه الروابط أن يقوم بتنزيل هذه الملفات إنه الثاني اللي هو السحابة الخاصة وهي أن تكون الخدمة أو الخدمات التي يتم الحصول عليها من السحابة الإلكترونية هي خاصة بشخص أو شركة بحيث لا ينبغي لغير المصرح لهم الاطلاع عليها قد تكون مجانية أو باشتراك مادي وقد تكون تابعة لمستخدم أو لشركة مثل أن يقوم مستخدم باستئجار مساحة تخزينية يقوم فيها بوضع ملفات خاصة فيه مثل صور عائلية صور ووثائق شخصية بحوث يقوم بهذا المستخدم إلى آخر من الملفات اللي بتكون خاصة فيه وليس مصرح لشخص آخر لاطلاع عليها أو أن تقوم شركة باستئجار سيرفر تخزين ملفات تقوم فيه بتخزين ملفات تابعة للعمل مثل المناقصات شؤون الموظفين إلى آخر من الملفات الخاصة بالعمل والتي يسرح بالاطلاع عليها لموظفين الشركة حسر الصلاحيات الممنوحة لهم بحيث أنه موظفي يكون له مثلا صلاحية أنه يطلع على هذه الملفات لكن ليس له أي صلاحية أن يقوم بالتعديل عليها هناك موظفين لهم الحق أنهم يطلعوا عليها ويقوموا بالتعديل هناك موظفين آخرين مثلا يكون لهم صلاحية الحذف والإضافة والتعديل والاطلاع هناك موظفين مسموح لهم الاطلاع على بعض الملفات وبعض الملفات ليس لهم صلاحية للاطلاع عليها وهكذا هذه تسمى توزيع الصلاحيات فيما بين الموظفين حسب طبعا مراكزهم في داخل الشبكة في النهاية هذه الملفات ليس من المسموح لسواهم لهم الموظفين الشركة بالاطلاع عليها كونها برايفت خاصة فقط بموظفي الشركة وحسب الصلاحيات ومثل ما تكرنا ممكن أيضا تكون لأفراد هذه مثلا فرد معين شخص معين يقوم بتخزين هذه الملفات هذه الملفات خاصة فيه فبالتالي هو لا يريد لأي شخص آخر بالاطلاع عليها هو فقط يطلع عليها ويقوم بالتعديل عليها النوع الثالث اللي هو الهايبرد كلاود كومبيوتينغ السحابة الهجينة ويتعني أن يمتلك الشخص أو الشركة اشتراك في الخدمات السحابية منها ما هو عام ومنها ما هو خاص مثال شركة مشتركة في كلاود بتملك فايل سيرفر خادم ملفات هذا السيرفر بمحتوياته طبعا من ملفات هو خاص فقط بالشركة وموظفية وفي نفس الوقت هي تملك موقع انترنت يتم استضافته في سيرفر استضافة مواقع هذا الموقع سوف يكون عام يستطيع الجميع الوصول إليه أي أن الشركة اللي راح تستأجر الخدمة السحابية في منها جزء خاص ما يتم الدخول عليه إلا بأثنتوكيشن يوزر نيم وباسورت وجزء راح يكون عام للعامة يستطيع الجميع الاتصال يعني الاطباع عليه دون الحاجة إلى أثنتوكيشن أو عملية التحقق عندي النوع الرابع اللي هو كوميونيتي كلاود كومبيوتينج وهي أن يتم استئجار خدمات الكلاود لمجموعة من الشركات بحيث يسمح لها فقط دون سواها من الدخول على موارد الكلاود اللي بيتم استئجارها ممكن مثلا ثلاث أربع شركات بينهم مصالح مشتركة بيستأجروا مع بعض الكلاود بحيث أنهم يخزنوا فيها الموارد مثل ملفات اللي بتكون مشتركة بين هذه الأربع شركات ويستطيعوا هذه الأربع شركات والموظفين الموجودين فيها من الاطلاع والتعديل على هذه الملفات حسب الصلاحيات دون سواهم من الشركات والأفراد طبعا الذين لا ينتمون إلى هذه الأربع شركات إلى هنا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو واللي أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون قد نال على إعجابكم واستحسانكم وحتى ألقاكم في الفيديو القادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كان معكم حسن مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته